هذا المقطع برعاية متجر ايوه لبيع الرونز وجميع الاسلحة والدروع وترزمن وجميع ايتمات اللعبة اذا حبيت لقاها بسرعة وسهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف وترككم مع المقطع السلام عليك حقيقي الله عزيزي المشاهد في مقطع جديد من لعبة الدا الرنك الباري او الباري هذه من اعظم الشغلات واهم الشغلات او من اهم اسالي بالقتال اللي الواحد صراحة ممكن يجربها ولها متعتها الخاصة خصوصا اذا ابدعت بهذا الشيء وراح يعطيك متعة مختلفة عن اي اسلوب قتال ثاني ولاحظت في كثير من الكومنتات انا اطرقت لهذا الموضوع في كذا مقطع ممكن في سلسلة النصايح ولاحظت جثني كومنتات انه يسألوني ناس ختموا اللعبة ويسألوني على الباري وانا متأكد ممكن انه سوى الباري بس انه ما يعرف انه هذا الشيء هو الباري يعني ممكن نسواها بالصدفة لانه له اكثر من طريقها انها يتنفذ ولكن اليوم انا بتكلم عن موضوع الشيلد وكيف انك تبدع بالشيلد هذا النصايح ان شاء الله راح تساعدكم صدقوني جربوا هذه الطريقة اذا ما جربتوها وتعرفونها وراح اضيف لكم متعة خاصة هنا متأكد كثير من الشباب فاهموا شي يقصد الواحد يوم يقتل بوس او طبعا مش كل انمي تقدر تسوي عليه خصوصا انا اتكلم عن موضوع الشيلد يعني ما تقدر تصد كل شيء ممكن يجيك واحد بتعويذات وكذا فلكن اغلب الانميز صراحة ممكن انك تسوي او اغلب البوسز ممكن انك تنفذ عليهم الباري ويضيف لك نكهة جميلة جدا في اللعبة خصوصا اذا مثلا توك بادي تختيمة ثانية وودك اضيف متعة ثانية مختلفة عن التختيمة الاولى وودك اضيف تحدي بينك وبين نفسك فهذه شوية نصايح باذن الله راح تساعدك في تنفيذ الباري وصل على رسول الله ونقول بسم الله اول شي طبعا راح تحتاج شيلد اذا كنت بادي بشخصية معاها الشيلد هذا غالب الشخصيات اللي تبدأ بالشيلد يكون عندها ميزة او السكل اللي هو الباري وبتشوفها موجود في الدسكريبشن تبع الشيلد اذا ما كان هذا السكل او الاش موجود وكالح يعني في الشيلد تبعك ممكن تتوجه الى هذا البايع وتشتري من عنده الاش اللي اسمه اشفور باري طبعا هذا التاجر موجود من بداية اللعبة ممكن توصل له وتشتري ب600 رونز هذا الاش جبت الشيلد تبعك وفي له الباري خلصت من الشغلة الولاي الشغلة الثانية الطويل للعمار في شي اسمه الاكتب فريم ما ودي التعمق بالموضوع ولا التفلسف لاني مش فاهمه بالكامل ولكن منخص الموضوع ان كل ما كان الشيلد عندك صغير او كل ما كان الشيلد اصغر كل ما كانت عندك فرصة انك تنفذ الباري او الباري بشكل صحيح فبالتالي كبداية انصحك انك تبدأ بشيلدات صغيرة تتعلم عليها وكل ما شفت نفسك ابداعت في الباري ممكن انك تغير الى شيلد اكبر اذا حاب شكل ثاني مثلا ومش اعجبك هذا صغير بيدك او اذا حاب انك تضيف تحدي اكبر لان التوقيت او التايمينج كل ما كان الشيلد عندك اصغر كل ما كان التايمينج يعطيك مجال انك مثلا تنفذ الباري قبل وقته لكني مش هولك اياها كذا يعني فهمت عليك يعني فيه نافذة يسمونها الويندو فريم تقريبا اللي تسهل عليك تنفيذ الباري واللي بينقولني الى النقطة الثالثة اللي هو البكلر شيلد من اسهل الشيلدات اللي ممكن تنفذ فيها الباري بسبب نفس القاعدة اللي قبل شعطتكم اياها انه كل ما كان اصغر كل ما كانت احتمالية او فرصة انك تنفذ بشكل صحيح فهذا البكلر شيلد من اصغر الشيلدات اللي موجودة ومن افضل الشيلدات اللي تتعلم عليها كبداية وطبعا فيه له السكل اللي اسمه البكلر باري وهذا افضل من الباري حتى بالشيلدات الثانية الصغار هذا يتميز انه فيه له الويندو فريم او التايمي يكون عندك افضل واسهل بكثير لان حتى لو انك غريت مثلا هجمت العدو وهوش لك كذا وتأخر شوي فيها ممكن تلاحظ انه تمشي او يطبق الباري وان تعرف انك مثلا استعجلت او انك تأخرت وعشان تحصل هذا الشيلد فيه اكثر من طريقة ولكن اذا بدأت بشخصية البندت راح تكون اسرع طريقة انك تحصل على هذا الشيلد فممكن تبدأ تختيمة بشخصية هذه والهدف منها بس انك تتعلم الباري الطريقة الثانية في الستورنفيل كاسل اكيد مريتوا على هذا اذا قتلتوه ممكن انكم تأخذون الجرس وتعطونه التوام في الراوند تيبل هولد وتروحون تشترون من احد البضائع اللي موجودة بسبب هذا الجرس اللي هو البكلر شيلد غير كذا ترى اذا مت في الستورنفيل كاسل وهذا معلومة السريع ما يخصها في الموضوع بس هذا الشخص اذا مت في الستورنفيل كاسل راح يشيل من الرونز تبعك فبتلاحظ انه مش كامل الرونز تقدر تستعيده مثل المناطق الثانية فعشان كذا انه يستاهل انك تقتله غير كذا الطريقة الثالثة والاخيرة انك تخلص السايد كوست تبعه وبعدها بيكون تاجر تقدر تشتري منه هذا الشيلد النصيح لبعدها يا اخوان بما يخص التايمينج الحين جبت الشيلد وكل شيء وامورك تمام وجيت تقابل البوس او خلنا نقول الانيمي قدامك معاه السيف من الافضل انك تركز على يده مش على سيفه لان انت حاليا اذا كان معك شيلد الصغير هذا عندك مثل ما قلنا الوندو او تايمينج اكبر واوسع فلذلك قبل لتشوف حركة السيف بتشوف حركة يده مجرد ما انك تشوف الهجمة باتجاهك او السيف بدأ يلوح باتجاهك انا ما اتكلم عنه يوم بيسحب وبعدين بيضرب لا مجرد ما انه يبدأ يتوجه السيف باتجاهك هذه اللحظة تكون ضغط زر صد الهجمة فالتايمينج جدا واهم شغله انك تكون مركز هنا ما في شي اسمه بنك وانلاين وكذا ما عندك الا التركيز والله الله فيه غير كذا وطريقة الافضل والاسهل انك تم ضغط القارد يعني تم لعبك رافع الشيلد وفي اللحظة المثالية تضغط من وراها الصد الهجمة فحتى لو انك ما ضبط التايمينج ما راح توصلك الهجمة بسبب القارد اللي انت مسويه فهذه الطريقة الاضمن وتكون بالسيف سايد طيب الحين خلصنا موضوع الباري الحين مجرد ما انك تنفذ الباري بشكل صحيح هنا تيجي اهمية الباري انك تنفذه بافضل او اقوى طريقة حتى انك تنقص الدمج بصورة اكبر ضروري اخوان انصحكم انه يكون معاكم داقر لان الداقر من اكثر الانواع اللي يتسبب الكريتكل هيت بتلاحظون ان الكريتكل غالبا فوق المية فهذه من اكثر الاسلحة اللي بتسبب لك او بتسحب الدمج او الهلث عفوا من البوس او من الانمي اللي قدامك فضروري جدا انه يكون معاك داقر بجانب هذا الشيلد اذا كان تركيزك على الباري اتمنى المقطع نالعجابكم اخوان اشكر من تسمين القناة وسبحانك اللهم بحمدك اشهد لا الهلان استغفرك واتوب اليك ونشوكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة